فاتت مباراة سانداونز هنا في القاهرة كان مصر موسماني لعب الشوت الأول بأسلوب وفكر معين والشوت الثاني غير الأسلوب تماما وسبل سانداونز النص الملعب والسيطرة والاستحواز وهو لعب على الهجم المرتدة وفي آخر دقيقة من المباراة قدر صلاح محسن أنه هو يجيب هدف الفوز فكل ماتش لي ظروفه كل ماتش لي رجاله كل ماتش لي فكره كل ماتش لي أسلوبه المهم أن أنت جوه الملعب تعمل اللي عليه والتوفيق بعد كده بتاع ربنا وبمناسبة ماتش النهاردة عاوز أقول إن هدفنا إن شاء الله البطولة رقم 11 البطولة رقم 11 طبعا النهاردة النادي الأهلي عايز أقول النهاردة بيمثل مصر زي ما نادي الزمالك بيمثل مصر زي ما بيرامد زو المصري بيمثله مصر جمهور الأهلي لا يتوقف عن الشغف يعني جمهور الأهلي على طول عدشان على طول مشتاء عايز بطولة يطلع من بطولة عايز بطولة اللي بعدها ما بيرضاش غير بالبطولات مش معنى إن إحنا كسبنا التسعة بالقادية ممكن ووراها على طول كسبنا العشرة اللي كانت يعني بتأكد حقية الأهلي بالتسعة كمان إن إحنا ما نفكرش في الحداشر بالعكس لعبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي والمنظومة داخل النادي الأهلي والجاز الفاني طبعا للنادي الأهلي عينوا على حاجة واحدة بس المكسب فبالتالي إحنا بنفكر في البطولة رقم 11 وليه لأ إحنا كمان لو تبصوا حضراتكم هتلاقي النادي الأهلي كل سنة بيدرب رقم قياسي وبيدرب أرقام إيه؟ أرقام النادي الأهلي يعني كل بطولة النادي الأهلي بيخشتها بيدرب أرقامه القياسية كل بطولة النادي الأهلي بيخشتها بيكون هدفه حاجة واحدة بس المكسب لأن النادي الأهلي غير النادي الأهلي مختلف سر من أسرار قوة النادي الأهلي هو أن لما بنخلص بطولة على طول بعديه على طول يمكن تاني يوم نقول إيه؟ خلاص اللي فات مات اللي فات خلاص فات بقى ماضي ماضي حلو نبص بقى للجاي بنبني عليه بس بنفكر في اللي جاي ونبص للجاي عشان كده لعيبة الأهلي والجهاز الفني ومجلس الإدارة وقبلهم كلهم الجمهور ما بنقفش عند بطولة معينة بنفرح بنحتفل أكيد لكن وإحنا وسط كل ده بيكون هدفنا اللي جاي واللي جاي ليه لأ إذا كان اللي فات جه اللي جاي ليه ما يجيش تاني لا مفيش حاجة مستحيلة إن شاء الله إن شاء الله كلنا أمل كبير في ربنا وأمل وثقة فيه لعبيتنا والجهاز الفني كلنا أمل إن شاء الله إن احنا ناخد البطولة رقم 11 بإذن الله رب العالمين لكن خلينا ناخدها واحدة وحدة وخطوة خطفة وخطوة خطوة الهدف الحالي هو التآهل عن المجموعة وعشان نتآهل محتاج أكيد تكسب المتشات اللي على أرضك كلها زي ماتش النهاردة وتحقق نتائج الجبية في المتشات خارج أرضك عشان تجمع أكبر عدد من نقاط إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم عندنا السقف موسماني والجهاز الفني واللعيبة والجمهور اللي حيكون موجود النهاردة إن شاء الله هيبقى له دور كبير جدا 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 إن احنا نكسب ونحقق التلات نقاط إن شاء الله هنطلع فاصل دلوقتي ونرجع لكم لحضراتكم مرة تانية نكمل كلامنا مع حضراتكم